اشتركوا في القناة وضيفه الاهل المصري وبين هذا وذاك الفتح يدخل سوق الانتقالات بقوة والاستنزاف يصيب كتبة الرشا التفاصيل نتابع أو قبل التفاصيل نتابع أبرز العنوي المنتقب الوطني لأقل من 20 عاما ينسحب من دوري ودي في إسبانيا بعد تواجد لممثلين عن الكيان الوهمية المسمى البوليزاريو في مشهد جديد يؤكد عدم تسامح المغاربة مع المساس بالثوابت الوطنية والوداد البيضوي يبحث عن تأهل مبكر لمربع الكبار عبر بوابة ضيفه الاهل المصري في ديربي مغاربي عربي منتظر في المقابل يتطلع نادي القرن للانتصار أملا في مواصلة المشوى والفتح الرباطي يشعل سوق الانتقالات الصيفية بانتدابات مدوية ومن أبرز الأسماء الوافدة على قلعة نادي العاصمة أحمد جحوح ومهدي بطاش ورشيد تبركاني أهلا بكم إذا نادي أبرز العنوين التي لدينا في حلقة اليوم وهي غيض من فيض هناك أيضا أخبار أخرى مفصلة حول القرى الأوروبية ومواضيع أخرى ولكن قبل ذلك أرحب بك محمد أمين بن هاشم وحلل القناة وأيضا المدرب والإطار الوطني الكفع بين قوسين بع النقش وآتك مرحبا أنه فلو مرحبا مشاهدي الكرام كين شي مشاريع كين شي فريق جديد كين لا ما زالت سعادة مزال لا مشروع الوحيد لكين وميديان تيفي مرحبا مشروع ناجح الحمد لله حمد لله ملاعب نهضره على رأسنا إذن بداية البرنامج ستكون مشاهدينا بفقرة ميادين ونبدأ ميادين من إسبانيا حيث انسحب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما من الدور الودي كوتيف الكوديا المقام في إسبانيا احتجاجا على الخطأ الفادح الذي وقعت فيه اللجنة المنظمة بعد رفعها لوحة الكيان الوهمي المسمى بالبوليزاريو وذلك خلال حفل افتتاح البطولة الخاصة بفئة أقل من 13 عاما بملاعب موازية للبطولة الخاصة بالمنتخبات الأقل من 20 عاما والتي تشهد مشاركة أشبال الأطلس ومنجرد وقوع اللجنة المنظمة في هذا الخطأ الفادح احتج الوفد المغربي بشدة لإخلالها بالعقد المبرمي مسبقا مع جامعة الكرة وقدمت اللجنة المنظمة اعتذارا رسميا للمنتخب الوطني والوفد المرافق إلا أن البعثة المغربية آثرت الانسحاب تمسكا بثوابت المملكة المغربية وعلى رأسها الوحدة الترابية في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي يستعد فريق الفتح الرباطي لاستقبال مواطنه الكوكب المراكشي برسم الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى الفتح وبعد انتصاره في الجولة الماضية بقلب ملعب مراكش الكبير على الكوكب بثلاثة أهداف لواحد يطمح لتعزيز صدارته للمجموعة التي يحتل مركزها الأول برصيد سبع نقاط من خلال تجديد فوزه على الكوكب وهذه المرة من قلبي ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط بينما يطمح الفريق المراكشي إلى الخروج بأقل الأضرار الممكنة خاصة أنه مطارد من نجم الساحل التونسي والذي يستعد للانقضاض على المركز الثاني قال سام ألاردايس المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا أن أيام الحديث عن ما يمكن للفريق إنجازه قد ولت وحان الوقت لتطبيق ذلك على أرض الواقع قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 وفي أول مؤتمر صحفي له منذ اختياره خليفة لروي هوتسون قال ألاردايس أنه الرجل المناسب لتولي هذه المهمة ويمكنه أن يغير حظ المنتخب الإنجليزي بعد الخروج المخجل والمخيب للأمال من اليورو 2016 ويشتهر ألاردايس واحد وستون عاما بقدرته على مساعدة الفرق التي يدربها على تخطي الظروف الصعبة لكنه لم يفز بأي لقب محلي أكدت شبكة كادينا سبور الإذاعية الإسبانية أن اللعب الفرنسي بول بوكبا يرغب في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد إلا أن وكيل أعماله مينو ريولا يسعى جاهدا لإنجاح صفقة انتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزي ويحاول النادي الإنجليزي في تمامه صفقة ضم بوكبا مقابل مبلغ مالي خيالي يحصل عليه نادي يوفنتوس الإيطالي ويقدر ب120 مليون يورو ولكن ورغم هذا تؤكد الشبكة الإذاعية الإسبانية أن لاعب وسط ميدان المنتخب الفرنسي قد ينتقل لصفوف النادي الملكي تحت قيادة مواطنه زين الدين زيد عنه قال الاتحاد الدولي للصباحة أنه حرم سبعة تسباحين من روسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 بينهم يوليا إيفيموفا المرشحة للفوز بميدالية في منافسات الصدر وقال الاتحاد الدولي للصباحة في بيان أصدره عقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية الصادر يوم أمس والقاضي برفع الحظر عن مشاركة الرياضيين الروس في الأولمبيات قال بأنه يدعم موقف اللجنة الأولمبية ولكن فيما يتعلق بمشاركة الرياضيين الروس الشرفاء فقط وضف الاتحاد الدولي للعبة أن نيكيتا لوبنتسيف وفلاديمير موروزوف وداريا أوستينوفا لن يشاركوا في ريو بعد ظهور أسمائهم في تقرير مستقل للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وقبل ألعاب ريو دي جانيرو الشهر المقبل أعلنت الشرطة البرازيلية عن توقف المشتبه به الثاني عشر والأخير الذي كان ليزال فرا في مجموعة برازيلية كانت تخطط الاعتداءات خلال دورة الألعاب الأولمبية قالت السلطات البرازيلية في بيان لها أن الشرطة العسكرية في ولاية ماتو جروسو وسط غرب البلاد حددت مكان الشخص الفار في مدينة كومودورو وكان عشرة برازيليين أوقفوا وسلم آخر نفسه للسلطات ونقلوا جميعا لسجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في ولاية ماتو جروسو بالقرب من الحدود مع البراغواي وتشتبه الشرطة بأن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال دورة الألعاب الأولمبية إذن بهذا الخبر نصل لختام فقرة ميادين وأعود إليك أمين بن هاشم ونبدأ بالخبر الأول القادم من إسبانيا موقف مشرف للبعثة المغربية للمنتخب أقل من عشرين عاما الذي كان يشارك هناك في الدورية الودي كوتيف الكوديا بالانسحاب بعد أن تم رفع لوحة تشير إلى الكيان الوهمي البوليساريو وبالتالي كان موقفا شجاعا لأن الوحدة الترابية من مقدسات الأمة المغربية وبالتالي غير قابلة للنقاش وكان هناك إخلال بالعقد المبرى بين الجامعة الملكية المغربية واللجنة المنظمة لهذا الدوري بحضور هذا الكيان الوهمي وبالتالي الانسحاب إشارة ودليل وبرهان على أن المغاربة بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم كروية سياسية اقتصادية اجتماعية لغير ذلك متمسكين بأهم ركاز الأمة وهي الوحدة الترابية شوف نوفل موقفنا تابت كمغاربة وحدتنا الترابية فوق كل شيء بعد فشل الدبلوماسية السياسية للكيان الوهمي أظن أنه حاليا التجأ إلى الدبلوماسية الرياضية لأنها جد مؤترة في الشعوب وخصوصا في الشباب تعرف أنه والرياضة حاليا وخصوصا كرة القدم لها تأثير كبير على السياسة العالمية وعلى التحول العالمي وشفنا حتى الولايات المتحدة الأمريكية كيفاش لتجأت للرياضة وزعزعت كيان الفيفا إذن موقف نتابت كمغاربة موقف بطولي للجامعة الملكية المغربية وخصوصا للوفد الذي كان حاضر في عين المكان والقرار جد صائب وتمسكنا بوحدتنا الترابية واضح جدا نعم ولكن الآن ما يعاب ربما على الجامعة أو ملاحظة بسيطة نوعا ما أنه من خلال الدعوة المقدمة من المنظمين لهذا الدولي لماذا لم يكن هناك تدقيق في الأسماء الدول المشاركة وأسماء الكيانات المدعوة من طرف لجنة المنظمة نحن نعلم بأن هناك علاقات مع مسؤولين أو حتى مع أناس هناك نافذين في إسبانيا وبالتالي يحاولون إثبات الحضور وإثبات الوجود لا بل أكثر من ذلك قبل أشهر قليلة تم الحديث عن مباراة ودية بين منتخبهم الأول وأيضا منتخب عربي شقيق ومغاربي شقيق وبالتالي يبحثون كما تفضلت بعد الفشل سياسيا على المستوى السياسي عن دبلوماسية رياضية موازية قد تؤتي كلها بالتعريف بهذا الكيان الوهمي ولكن الآن الجامعة كان عليها التدقيق وبعد ذلك يتم الإعطاء بالموافقة بالمشاركة سواء تعلق الأمر بأقل من 13 عاما أو حتى بعشرين نحن نأخذ المنافسات ككل ولا يتم تجزئها شوفوا مثل هذه المنافسات أو هذه الدورية تكون فيها عقود وتكون مفاوضات قبل توقيع العقود ممكن أنه يكون المنتخب الوطني المغربي أو الجامعة الملكية المغربية وقعت عقد الحضور قبل توقيع الكيان الوهمي لعقدي والمشاركة مع منتخب أقل من 13 عاما غير توضيح بسيط المنتخب الوطني المغربي كان سيشارك في دوري لأقل من 20 سنة ومنتخب الكيان الوهمي كان سيشارك في دوري لأقل من 13 سنة بعدما اكتشف المغاربة أن هناك مشاركة لهذا الكيان قرروا المغادرة والإنسحات قبل حتى المشاركة بمجرد أن كانوا متواجدين في حفل الافتتاح الأقل من 13 عاما ونحن رحلنا وتنقلنا معدد من الأنديم وعدد من المنتخبات في عدد من البطولات العربية الأفريقية العالمية وهذا أمر نحرص عليه جميعا سواء إعلام أو حتى ممارسين لأنه نذكر جميعا الخطاب الملكي الذي قال فيه جلالة الملك إما أن يكون المواطن مغربيا أو يكون خائنا وبالتالي لا تفصل الأمور ولا تجزأ موقف شجاع من الموجودين من طرف البعثة المغربية ولكن أيضا ربما ندق نقص الخطر للتدقيق فيما بعد إن كانت هناك مشاركات في بطولات ودية لا تبقى فقط التنويه على البعثة التي كانت مرافقة للمنتخبات الوطنية أظن أنه كان سيد ناصر لارغيت كمدير تقنية وكمشرف على المنتخبات أظن هو الذي خده برافو ناصر برافو البعثة المغربية وهناك كثر من يستجدون مشاركة الأندية والمنتخبات الوطنية في بطولات قارية وعالمية ويعني ما أكثرهم فقط أن تلبي الدعوة فهو شرف للجميع نذهب لمسابقة أخرى سننتقل لدور الأبطال ولكن في فقرة زوم آثرنا أن نرجعها لزوم لكي يكون هناك نقاش مستفيد عبر تقرير خاص للزميل فيصل الزاكي ولكن قبل ذلك كسل اتحاد الأفريقي مباراة مغربية 100% تجمع الفتح مع الكوكب الفتح منهزم في ميدانه بثلاثة أمام فتح يتجدد ويجدد في دماءه بقيادة وليد الرجراجي ومتسيد للمجموعة وحظوظه أوفر وأكبر من أجل التأهل لمربع الكبار والعبور من دور المجموعات مباراة الكوكب يريد إثبات الذات هناك في الرباط مباراة ستكون صعبة خصوصا للكوكب المراكوشي لكن قيمة أو صعوبة المباراة تكمن في مباراة اليوم التي ستجمع بين النجم الساحل التونسي وأهلي طرابلوس لأنه في حالة فوز النجم الساحلي سيصل إلى 7 نقاط والكوكب لديه 6 نقاط بالتالي مفروض على الكوكب المراكوشي تحقيق الانتصار لأنه له مباراة مع النجم الساحل في مدينة سوسا في تونس وستكون مباراة فاصلة وصعبة إذن الكوكب المراكوشي له مباراة قوية جدا مع الفتح الفتح الرباطي كيف سنعرفه أنه في الأوينة الأخيرة ومنذ تولي وليد الرقراجي شفنا الطفرة للترات على فريق الفتح الرباطي شفنا كيف قدر أنه يفوز بألقاب كأس العرش وكذلك البطولة الوطنية المغربية وقدر يوصل للنهائي للسنة الثانية على تولي كأس العرش ما عرفت شباتنا حاضر أو غير حاضر لكن غمود على وضعية مراد باطنا لأنه قرر الرحيل كذلك فريق الفتح الرباطي كان وجد أنه يغادر إنما يمكن كان صعوبات في مغادرة باطنا ما عرفناش حاليا واش يبقى في الفتح الرباطي أو سيغادر ولكن الكوكب يحتاج لصحوة صراحة وما يقدرش يعطيه الماتش الفتح الكوكب يحتاج لصحوة ولكن يعني ناديان مغربية بين قوسين سبيل الدعابة الأكثر والأقل لا يأخذوها علينا السادة المشاهدين ولكن يعني ما عرفش ما تكونش قتالية زيادة عن اللزوم ولكن الفتح ربما ضمن التأهل أو تعادل يكفيه ما زال ما ضمنش تأهل للفتح لأنه عنده سبع نقاط وكذلك في حالة فوز النجم الساحلي كذلك سيصل إلى سبع نقاط وهنا ستكون المهمة صعبة للفريقين المغربية إلا الكوكب ولا الفتح لكن في حالة فوز الفتح سيضمن التأهل لله إلى نصف النهائي تبقى الكوكب مراكوشي مشكلة الوحيدة والتركيب البشرية لأنه غادروا عدد كبير من اللاعبين تقريبا تسع لاعبين اللي غادروا الكوكب وكانوا موجودين في اللائحة لموضوعه في الكاف تم تعويضهم بخمس لاعبين منهم ثلاثة من فئة الأمل إذن التركيب البشري للكوكب مراكوشي فيها خلل وممكن تأثر على ما صارده في الكأس الكاف نعم نذهب أيضا مع الفتح دائما وأبدا الفتح الرباطي يتعاقد مع مجموعة من اللاعبين أحمد جحوح آخر الملتحقين بكتيبة الفتح قادما من الرجاء البيضاوي أيضا قيل بأنه هناك عادل كاروشي قد يلتحق ولكن قبل ذلك كان بطاش من ويدات فاس وكان رشيد تبار كانين من المتعلق مع أولمبيك خريبق خلال موسمين ماضيين أي بالتالي وليد الرقراقي بعينه الثاقبة المكتب المسير للفتح يريد أن ينافس على أكثر من واجه وهو الممثل للكرة المغربية سيكون في دوري أبطال العرق أولا نشوفوا اللاعبين اللي غادروا غادر سعدان ونبيل بها نهاية مشواره كلاعب كرة قدم محترف إذن جيزة اللاعبين اللي غادروا وممكن أنه باطنا يغادر أو يحتفظ به فريق الفتح ريباطي إذن هنا تعزيزات جحوح كلاعب وسط ميدان وبن عارف كلاعب وسط ميدان لأن الفتح ريباطي غادروا سعدان ولاعب سعدان كلاعب مهم جدا لكن في حالة ما تكون سعدان وكذلك بولورود فكنا نشوفوا الالتجاء إلى الناهيري كوسط ميدان مدافع أيصر كان جاريسي فقط تم تعاقد مع محمد سعود لاعب المغرب تيطواني لسد هذا الخصص في الجوة للأسرة نبيل بها نهاية مشواره تم تعوضه بتيبركانين كمهاجم إذن الانتدابات كانت على حسب الحاجة شكرا وأيضا جحوح يأتي من الرجاء البيضاوي وهناك عادل كروشي يقال سيغادر والراقي في وضعية غامضة القداوي في وضعية غامضة أساقونا يريد هو الآخر الرحيل من تبقى في الرجاء والانتدابات في الرجاء غائبة يعني ما عرفناش بماذا سيسير نادي الرجاء البيضاوي الموسم المقبل زنيتي والآخر أيضا في حالة إضراب مع اللاعبين يعني وضعية ربما كارثية لنادي الرجاء في وقت أندية تتعاقد مع خمسة وستة وسبعة لعبين من نخبة النخبة الرجاء لحد الساعة بيدون أي تعاقدات رنانة رغم التغيير في المكتب المسير نعطيك تشكيلة دي الفريق الرجاء البيضاوي حالتهم غامضة أنا سيسير نادي كحاريس مرمى مدافع أيمان الهاشيمي وسط الدفاع ألحاج وأول حالة ديالهم غامضة معرفناش ألحاج نهاية مشوار ديالهم مع رجاء البيضاوي أو سيتيم تجديد أول غادر رجاء البيضاوي كاروشي الوضعية دياله غامضة وسط الميدان الراقي ما بيدي قد ديوي وضعيتهم غامضة في الهجوم كين أصاقون الوضعية دياله غامضة الوادي الوضعية دياله غامضة قادوم الوضعية دي لغامدة جحوح غادر إذن أكثر من 13 لعب أو 14 لعب في فريق الرجاء البيضاوي من التوابط الأساسية الوضعية مشي من ثوابطها فرقة ركعة والتليع لفرقة ساملة وفوق هذا الغموض غموض آخر يتعلق بمستقبل رشيد الطوسي لا نعلم صحة الأنباء من خطائها فيما تم تدوله في الوسائل الإعلام حاليا أن رشيد الطوسي مستقبله على كفع فريت موقف لمدة ثلاثة أشهر نافذة من طرف الجامعة الملكي المغربي لكرة القدم ورئيس يقال محمد فاخر إلى غير ذلك فهذا الغموض وهذه الحالة اللاصحية التي تسير أو يسير فيها نادي الرجاء قبل انطلاقة موسم تعتبر ربما كارثية فعشر ثواني فعلا صعبة لأنه شوف تغيير لما يأتي رئيس جديد أو مسير جديد لأي نادي خاصة جيب مع الفلوس السيان هذا هي الحالة المغربية لأن الأندية الوطنية ليست بشركات قابلة الربح والخسارة وتتوفر على رؤوس أموال في البنوك جل الرؤساء الذين يأتون للأندي الوطنية يأتون ويرون الحسابات البنكية زير ودرهام يتم دفع مبالغ مالية من طرفهم على أن تستخلص ربما فيه بعد على شكل ديون أو يتم بيع لاعب أو لاعبين أو ثلاثة أو أربعة من من سيلمعون من نجوم داخل هذا الفريق وبالتالي السيد يستخلص أمواله الآن رجاء تسير بدون أموال واللاعبين بعلاقة متشنجة وبالتالي كلهم يضرب من جهته وبالتالي مستقبل غامض لفريق رجاء لفريق عالمي لفريق بقاعدة جماهرية من أكبر القواعد الجماهرية داخل الساحة العالمية وليست فقط الموالي هناك رهانان التقني والإداري لما تدخل مصير جديد على أي فريق تيأخذ رهان تقني تجمع الفريق دياله تيوفر الظروف تيبعث الفريق إلى معسكر خارجي تيخلي بعيد على كل مشاكل ومبعث تدوز لرهان الإداري ويخلص المشاكل كانت معكوسة جدا لأنه دخل في رهان الإداري قبل بتقني وخلى لاعبين مشتتين تركيزهم مشتت ممجموعينش المدرب ما عارفش شنو يدير تحمل مسؤوليته كان مشكل كبير في رجاء البيضاء تحمل مسؤوليته ولكن الرجاء لابد أن يبقى مع الكبار لأنه الكبار يمرضون ولا يموتون نذهب لفاصل قصير مشاهدين ثم نعود أهلا بكل من انضم إلينا في متابعة الجزء الثاني من برنامج ملاعب وفيه أيضا نبقى مع تعقدات الأندي الوطنية وننتقل للحديث عن نادي عريق نادي متوج بلقبين احترافيين نادي يشكل من أحد أعمدة أندية شمال المملكة المغربية لجانب تحطان جيش بابريف الحسين نتحدث عن المغرب التطواني المغرب التطواني بمجموعة من التعاقدات هي الأخرى لتعويض من رحل من اللاعبين رحل تركائز أساسية وآخر الملتحقين اللعب حمزة حجي سبق له اللعب في المغرب الفاسي في نادي الجيش الملكي الموسم الماضي مدافع من التراز الرفيع ربما لتعويض رحيل يونس بالاخضر لنادي الودادة البيضاوي قبل ذلك كان هناك عدنان بوموس الذي ينشط في لفال في الدوري الفرنسي ومع عدد من الأندية وأيضا أيمن البراق يعني عدد من الأسماء سي دي بي أيضا من مالي فالمكتب يريد تعويض من رحل بأسماء نتمنى أن تكون توليفة جيدة للمدرب سير خلوبيرا الذي تم تجديد به الثقة بعد أن قيل في نهاية الموسم الماضي بأنه في طريقه للعودة إلى الديار الإسباني شوف المغرب التطواني في نهاية الموسم الماضي التجأ إلى تشبيب الفريق وإعطاء فرصة لعدد كبير من لعبي فريق الأمل لأثبتوا الجدارة ديالهم وتبتوا أنهم بإمكانهم إعطاء الإضافة للمغرب التطواني منهم واحد هدرت عليها سعود المشاكل فتحرباطي يعني غير شكتيف ماتش ما شاء الله عينك ثاقبة الشيء هو بالشيء يذكر تحدثت عن سعود في ملاعب قلت هذا اللاعب بمواصفات لعبين كبار وسيكون له مستقبلا زاهرا مع المغرب التطواني نتفاجأ ليش تفرض في التطوان لماذا يذهب للفتح هل أعين الفتح ومنقبين هذا الفتح دخل في مفاوضات مع المغرب التطواني لم تكلل بالنجاح بعد ذلك كان عقد الفتحرباطي أحسن من عقد المغرب التطواني على ما أظن والتحق بالفتحرباطي لأنه حتى المغرب التطواني أعطى فرصة للعب وعطى عقد هذه من سياسة المغرب التطواني اللي كانت مع عزيز العامري منذ زمن بعيد خاصة أنه الآن المرحلة تتشابه مع مرحلة مضت حين جاء العامري وفاز بلقب البطولة 13 لاعب اللي مشوا تتعقل على الماتش وكان فيه إضراب وكان فيه لغير ذلك وتم تعويضهم بلاعبين من الأمال وشفنا آنذاك مرابط شفنا زيد كروش شفنا عدد من العناصر ميمونين نصير يعني كان هناك عدد من العناصر التي أثبتت وحتى الانتدابات التي كانت على المقاس زهير نعيم وآخرون من أنذية عادية ولكن لمعوا تألقوا وصعدوا لمنصة التتويج نقدروا نديروا إسقاط في سنوات الماضي الجميل مع هذا العام ممكن لأنه كيف قلت لك عدد كبير من اللاعبين أثبتوا جدارتهم في حم قميس المغرب التطواني لهذا فالانتدابات لن تكون كثيرة ولن تكون كثيرة لفريق المغرب التطواني فانتدابات على المقاس سي دي بي كمهاجم لاعب أعدنان باموس كوسط ميدان لاعب حمزة حجي كمدافع أيمان لأنه عرفنا أنه بالخضر غادر ومشة كذلك في طريق المغادرة أيمان البراق هو لاعب المغرب التطواني التحق بالندي القنيط بعد ذلك رجاء بني ملال وهو يعود إلى المغرب التطواني فأربع انتدابات إلى خمس على أكثر تقدير ممكن أنه تكون مفيدا للمغرب التطواني على أن ينتدب عدد كبير من اللاعبين دون فائدة شكرا لازال هناك متسع من الوقت الحديث عن انتدابات الأندي وتحضيراتها للموسم الجديد بوكبا ريال مادريد مانشستر يونايتد طبنا قد مهدرنا عليه في البرنامج ولكن يبدو أن اللاعب يريد الريال وزيدان يريده في الريال في المقابل وكيل أعماله رايوبلا ولا يرولا ولا الله أعلم شنو سميته بغا في مانشستر يونايتد هنا قد نشوفوا رغبة بوكبا بالالتحاق بريال مادريد أو رغبة الوكيل بالحق بوكبا بفريق مانشستر نعم برشلونة يواصل تحذيراته رفقة ليونال ميسي بحضور ميسي لمباراة سلتك في الثلاثين من هذا الشهر البارسا نريد أن نراه بأي حلة بأي شكل سيظهر البارسا لأنه حسب الانتدابات اللي شفنا ممكن أنه يرجع للباريق دياله خصوصا كانت عنده مشاكل دفاعي الموسم الماضي أمتيتي كمدافع صلب ومدافع حسب المقاس لأنه مدافع اللي تقدر يخرج الكورة لارولونز دياله في المستوى الكبير وكذلك ستعطي إضافة لفريق افسي بارسلون فأظن أنه هذا الموسم ممكن نشوفه أقوى سنشاهد برشلونة مع سيتي تبقى فقط ميسي حالة نفسية كيف ستكون سنشاهد برشلونة مع لستر سيتي أيضا يعني سنتكن هزمة مع لستر وبرشلون سي لعب مع لستر مواجهة جميلة العشاق النجم رياض محرز نشوفه رانياري ماذا سيصنع مع ابناء الريكي بايار ميونخ بدوره هو الآخر ضمن الكأس الدولي للأبطال يصل الولايات المتحدة يريد أن يسوق لصورته داخل الولايات المتحدة يريد الجماهير الأمريكية بعد أن حصل على قلوب الجماهير الآسيوية والأوروبية طبعا قبل كل ذلك البيار بإحلالا وتجديد رفقة أنشيلوتي من راه على الشاشة ريبيري أيضا قدم الشكر والعرفان وقال سنكون في أفضل حال فعلا بايار ميونخ بنسخة جديدة مع أنشيلوتي ممكن أنه يكون بوجه مغاير لأنه فلسفة غورديولا لن أقول بعيدة ولكن مغايرة لفلسفة أنشيلوتي فممكن اليوم الساعة الثانية ونصف صباحا شوفوا بايار ميونخ مع أسي ميلون شوفوا الوجه المغاير لفريق بايار نعم وسيلعب مع أنتر ميلون وسيلعب أيضا مع ريال مدريد في قمة كوروية واحد أيضا تحدثنا عنه كثيرا سام ألر دايس المدرب الجديد للمنتخب الإنجليزي قال انتهى وقت الكلام وقت الأماني وقت الوعود حان وقت العمل حان وقت التحضير لمنتخب جيد ليكون هناك في مونديال روسيا 2018 رجل واقعي وتم اختياره كما أشرنا إلى ذلك لطريقته في اللاعب الواقعية والاندفاع البدني واللعب الإنجليزي ولكن لم يحقق الألقاب ما حققش ألقاب ولكن اللاعبين الإنجليز محتاجين لاستعادة هويتهم المفقودة لأنه فقدوا هويتهم مدة طويلة هذا المدرب سيعيد لهم الهوية النتائج تحصيل حاصل ولكن الهوية تستخرج من دائرة الأحوال المدنية نستمع ماذا قال المدرب الجديد لمنتخب الأصد الثلاثة سام ألر دايس أظن أن لدي تجربة كافية لكسب تحدي المنتخب الإنجليزي وتحدي نفسي الأندية الإنجليزية الخمسة التي دربتها أكسبتني خبرة كبيرة ولا يوجد أحد قام بتدريب خمسة أندية مختلفة في الدور الممتاز تسيير اللاعبين ومساعدتهم في التمتع باللعب هو اختصاصي وجعلهم أفضل حالا مما كانوا عليه آمل أن أوفق في مهمة الجديدة وأن أكرر نجاحات هذه المرة رفقة المنتخب الإنجليزي البناء والتحدي والوصول لللاعبين وأيضا أعطاهم روح القتالية والانسجام وغير ذلك هي من مهامه لا يوجد مدرب درب خمس أندية في الدور الإنجليزي في البرامير ليج فكل الخبرات التي ركمها رجل يقول بأنها ستمنحها لإضافة للمنتخب الإنجليزي تتفق أم لا وباختصار؟ أتفق لأنه أكثر مدرب درب لاعبين إنجليزي لأن الفرق التي دربها لا تستقطب لاعبين كبار من خارج إنجلترا فالله طريقة في التواصل مع اللاعبين الإنجليز فأظن أنه ممكن نشوفه سام ينجح مع المتحدة نرحل لنتابع فقرة زوم سيأمين بن هاشم وفي زوم مشاهدنا سيكون الحديث عن قمة نادي الوداد وضيفه الأهل المصري في دور الأبطال تتوقف يوم غد عقارب الساعة حيث قمة قمم دور أبطال أفريقيا والتي ستجمع في مركب الأمير مولي عبد الله بالرباط بين نادي الوداد البيضاوي وضيفه الأهل المصري الوداد أنهى تحضيراته لهذه القمة وعينه على شباك إكرامي لمواصلة السيادة والريادة مستعينا بخدمات نجومه القدماء والجدد فيما يدخل الأهل اللقاء تحت شعار الغريق الذي لا يخشى البلل أملا بوقف نادي القرن لنزيف النقاط فيصل الزاكي معه التفاصيل هي موقعة للحسم مبكرا في بطاقة العبور نحو مربع الكبار بالنسبة للوداد وفرصة أخيرة للأهل من أجل إحياء آمال التأهل ممثل المملكة الوحيد في دور الأبطال وبعد عودته بتعادل مهم من قلب الإسكندرية ضمن السيادة والريادة في المجموعة الأولى وإن بفارق نقطة يتيمة عن زيسكو يونايتد ليقترب حلم التأهل من التحول إلى حقيقة الوداد في أفضل حالاته ويبحث في الرباط عن تزكية الصدارة بثلاث نقاط ثمينة أملا بمواصلة السيادة لخوض إياب الدور نصف النهائي في الديار وأمام حشود المحبين والأنصار الكتيبة الحمراء عرفت وافدين جدد يرجى منهم الكثير خاصة المهاجم النجيري شيسومشي كاتر المتوقع مشاركته في اللقاء رغم حداثة قدومه والظاهير الأيصر الجديد فهد أكتا والقادم من الدور الهولندي غير أن مسألة تجاوز الأهل الذي يمر بظروف صعبة لن تكون هيينة فنادي القرن هو صاحب الرقم القياسي من حيث عدد ألقاب العصبة رغم فقدانه لآمال العبور وبنسب كبيرة بعد أن حصد نقطة يتيمة من الجوالات الثلاث السابقة رفاق عماد متعب عقد العزم على مواصلة المشوار واستذكار زمن أحمد حسن وأبو تريكا رغم أن التاريخ يشير إلى أن الأهل لم يسبق له الانتصار على الوداد حيث انتهت المباريات الأربعة التي جمعت بين الفريقين بلا غالب ولا مغلوب هي إذن موقعة كروية عربية إفريقية تجذب إليها الأنظار وفيها وداد الأمة في أفضل حال وعينه على إسعاد الأنصار وبعث رسالة تحذير للخصوم في مربع الكبار خاصة بعد توالي الانتصارات في الديار على خصوم من نار قيل بأنهم أسياد القارة الصمراء وحين واجهوا المدى الودادي رفعوا راية الاستسلام ما جعل القاسية والداني يؤكد أن إفريقيا تريد الوداد ومنصة التتويج تنادي فهل من مجيب؟ هالفال قول إن شاء الله تكون إجابة والبوديوم ينادي ووداد الأمة لملاع على قدر المسئولية فريق متماسك فريق تم تعزيزه بمجموعة من النجوم شكتار الذي انتظره الجمهور الودادي كثيرا عدد من العناصر صحيح لن تلعب أن اسم رابط وغيرهم ولكن كين موجود لعب المغرب التطواني خضروف في التشكيلة تم استدعاءه من طرفه ولكن لن نعلم إن كان سيغامر توشاك أم لعب بهذه العناصر الجديدة لا أظن أن توشاك سيغامر لن يحدد تغييرات كثيرة على التركيبة البشرية خصوصا في ظل تواجد أو حضور جل اللاعبين للعب المباريات الماضية فالوداد حاليا بصفوف مكتملة عكس وضعية الأهلي لأنه هناك تنقضات كثيرة أو متنقضات كثيرة في حالة الفريقين وضعية المدرب استقرار توشاك وتجديد عقده لموسمان آخرين مارتينيول عنده مشاكل مع الإدارة ومع الجمهور كذلك غيابات اللاعبين في فريق الأهلي المصري وحضور كل اللاعبين في الوداد البيضاء وانتداب نجوم للوداد البيضاء ومغادرة نجوم للأهلي رمضان صبحين شرستوك سيتي دعنا من الأهلي وتحدثنا عنه كثيرا الآن نتحدث عن المباراة المباراة بقى لها ساعات أو أقل من يوم الوداد في مركب الأمير مولي عبد الله مساند بآلاف الجماهير والأنصار الوداد يعرف أرضية الميدان الوداد على أرضه وبين الجماهير لم ينهزم في أي لقاء من اللقاءات التي خضى بل فاز بحصة هدفين فما أكثر نتذكر ما زمبي ونتذكر أزيسكو يونايتد ونتذكر أسيك أبج فهناك عدد من الأندية التي أكرم وفادتها الوداد واليوم نادي القرن الأهلي المصري صحيح يحضر بالتاريخ ولكن على مستوى الحاضر فقد بريقة فعلا هذا اللي قلنا أنه كنا متنقضات كثيرة يبقى الوداد البيضاوي حاليا في حالة صحية وفي حالة تقنية العام النفسي أمين العام النفسي الوداد متفوق بشكل كبير على الأهلي لأنه قلنا أنه الأهلي عنده مشاكل الوداد حاليا تجديد عقد المدرب انتدابات في المستوى فوز في عدد كبير من المباريات الأخيرة استعادة كامل العناصر والأنجول العناصر في حالة جيدة كذلك المشاركة المقبلة في دوري بالسعودية لممكنه الوداد البيضاوي يضمن بـ 500 مليون سنتيم إذن الحالة النفسية للوداد البيضاوي مستقرة وجيدة جدا انتهى وقت البرنامج يعطيني نتيجة إلا بتتوقع فوز الوداد البيضاوي هدفين لسفر بإذن الله وتأهل مبكر لدور أو لمربع الكبار ومن ثم البحث عن اللقاء إن شاء الله شكرا لك أمين بن هاشم والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن متابعة لكم مني من طاقم العمل المخرج للبرنامج يونس وهاب ورفقة في غرفة روم كنترول أجمل تحية نلقاكم يوم غد ولكن مع الزميل بسا من أشعر إلى اللقاء اشتركوا في القناة